انا مالي مذنون انا مالي مذنون انا مالي مذنون انا مالي مذنون يا محلاها الحرية 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 سوريا نادت فيها رضا مخي يا محلاها الحرية يامحلها الحرية سورية حرية وبهر وشامينا لا تهدمي بديكي بروح نرخي يدير الزرق الديه موندرز يامحلها الحرية يامحلها الحرية وطقم وطبعصية والأسد فقد الشرعية راحة المحسوبية بثورتنا السلمية يامحلها العرية يامحلها الحرية اخرى شعر قطيل اللي اعطى بالهدية اليوم مندس مثلا وشي شو نحن يجو بسست زيدي بس خمسين بس خمسين بس خمسين يا شبيح يا شبيح عنيات حاضر زيدي شو هاد ماذا؟ خمسين قطيل فقط في عيد ميلادي؟ موعدتوني انه خلصيت؟ والله يا سيدي مبعفش بديقلك ما عم تخلص يا سيدي ما عم تخلص يعني طلع شوف ريف دمشق كله ايم يا سيدي حرست زمايكا حمص ايم الدنيا يا سيدي دير الزور بس 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 خلص لا اريد ان اسمع كل هذا الكلام السخيص اريد ان اكون فعيدا في عيني ميلادي ولو اضطررتم ان تقتلوا الشعب الثوري كله يا سيدي والله مبعفش بديقلك يا سيدي اليوم تعرف شو كانوا عم نقولوا بحما يا سيدي شو؟ كانوا عم نقولوا يا اهالي الشام يا اهالي الشام عنا بحما سقط النظام انت هونيك ساقط سيدي اه؟ انا هونيك فقط بحما؟ عم تخبرني يوم عاد ميلادي اني فقطت؟ اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه صراحة والد العزيز Не عم ابكية لا فعله هاللالانتخابات ومكيت لا اه لا بابا صراحة انا هم جرية الصوت مجد الخليóg انت وحد تافه وجبان انا لم اعدى Louden صراحة والد العزيزogV عدىت اخي باثل ٤ ٤ ماذا؟ اجت فيك يا شبيح لا سريدي اجت وراي طلع فيني او لا والدي العزيز ما بعرف يعني بالصراحة يعني انا لا اعرف مثل انت ما اردت التاريخ ما اردت انا شو عملت بحماة اقتلتهم كلهم وهيك خليت القصة تخلص عن جد مو متلك خلطت خلطت مسك دليل بس.. يا ولدي العزيز يعني صراحة انت قتلت جميع اهل حماة و نسيت ان تخطر القاشوش مثلا ومين وهذا القاشوش اه.. ذكرتو يا بشار يا مندس تضرب انت و حزب البعث ذبح حرف الاس و يلا ارحل واو يلا ارحل يا بشار هل ترقص انا كنت هم متجربكم تعال الى هون يا راح تافي تفي اي ماذا؟ اجت فيك يا شبيع لا لا سيدي اجت بالقائد المناضي طيب ليك ولا؟ حضر ابي بتروح بسرعة لعند اخوك هجحش بتخلي يلبس بدلته العسكرية اللي هلك سمانة فيها وما كان يلبسها وبتعمل استنفار بكل القوات المسلحة البحرية والجوية والارضية وبتقتل كل المندسين والمن حبك جيه كمان ما بتخلي حدا ما فيني يا والدي العظيف ما فيني ما فيني لان الزمن تغير عن الثمانينات يا والدي العظيف اصبح اليوم لدينا معلوماتية وموبايلات ومحطات فضائية ورأي يا عام عالمي كل الناس ضدي الجزيرة العربية كل الناس ضدي والقلوات حتى اوروبا اصبحت ضدي وهي جواد بطن وليد المعليم نعم نعم سيدي كلام مقنع والله شوف اجت فيك هالمرة لا سيدي كمان بالقائد المناضي شوف طيب يلا روح اعمل متل ما قلتلك وما يهمك حدا انا لازم روح عندي حفلة شواء بالجحيم يلا بس قبل ما روح اهتفوا لي شوي اشتقت للكرسي بس 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 خلص خلص الدم نفديك يا فاشا الروح بالدم نفديك يا أنا ماهر لازم روح اقول لي أخي ماهر ما يلبس البذلي هلأ قبل ما يغسله اليوم سنعلن عن الإصلاحات التالية يا شبيه، ماذا تبقى من الشعب؟ عمري عشو صيني. عاشت حياتي كأتري حاني. لوقتي تقف الرب والشصف. بنسترم المسؤولة على أساس وطل الشريك.